المباراة عيدرها الحكم المغربي ردوان جيد وهنا فيه كلام مهم جداً لازم نلقي الدوق عليه بالنسبة للمرحلة الجاية بالنسبة لهذه المباراة أولاً فيه لقطة إيجابية لازم نشيد بيها إن الجمهور مبارح بعد ما المباراة انتهت ابتدى يركز ويفكر ويتكلم على مباراة الهلال وأول عنصر جمهور النادي الأهل راح ليه لأن خلاص بأصبح الجمهور دلوقتي بقى زكي ومزاكر قوي الأحداث في البطولة الإفريقية وبقى يعرف مين الحكم المتميز مين الحكم اللي ممكن ما يكونش موفق مين الحكم اللي بيبقى ليه حسابات فده حاجة تسعدنا أن جمهور النادي الأهل دايماً كده بيبقى حريصة لمصلحة الفريق وحاطت دايماً كده أهم شيء عنده حاجة إن الفريق ده تتوفر له كل العوامل النجاح وكل العوامل اللي اتحقق العدالة في دوري أبطال إفريقيا ردوان جيد من الحكام النخبة في القرى الإفريقية عنده 40 سنة دولي منذ حوالي 10 سنوات من الحكام المعروفين في البطولات الإفريقية وكمان من الحكام النخبة ومصنف رقم واحد في الدوري المغربي للعلم يعني أو للكواليس بالنسبة للناس ردوان جيد كان مرشح لإدارة مباراة بلاتينيوم زمبابوي والهلال السوداني في زمبابوي لكن لجمة الحكام في الاتحاد الإفريقي رأت إن آخر مباراة للهلال في البطولة الإفريقية مع النجم الساحري كان حكم مغربي أيضا فبالتالي تم استبدال الحكم وكان موجود ساكزوي في إدارة هذه المباراة في زمبابوي ردوان جيد كان عنده مباراتين قوياتين جدا في الفترة الأخيرة أدار مباراة نهضة بركان والرغاء المغربي في دوري المغربي مباراة قوي جدا وانتهت اتنين اتنين وكان فيه كلام كتير جدا في هذه المباراة وآدار مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي في البطولة العربية بشكل عام نتمنى له التوفيق إن شاء الله ويكون على قدر الحدث في إدارة هذه المباراة لو بتكلم بقى في إطار تاني كانت مباراة الترجي التونسي والرغاء المغربي كان من المفترض أن يديرها اليوم نيانت الحكم الكاميروني الترجي اعترض على إدارة اليوم نيانت فتم إسناد المباراة إلى بكاري جسامة إذا تم تغيير أي حكم بيكون عنص المشترك عند الجماهير والكل دايما ابتدى يعترض عليه الاعتراض مش من الجماهير الأهلوية بس لا ده كمان الصحافة المغربية والصحافة المغربية اهتمت جدا بفكرة إدارة بكاري جسامة المباراة الترجي التونسي والرغاء المغربي وكان هناك اعتراض كبير جدا من الصحافة المغربية على بكاري جسامة في هذه المباراة قبل قيضته أو قبل وجوده في هذه المباراة فبالتالي خلاص الإعلام أصبح مفتوح للجميع الجماهير إصبحت خلاص عارفة من الحكم المصنف زي فيكتور جوميز اللي دايما كده يديك صورة سهلة الممتنعة في المباراة الإفريقية وعنده قدرة أن يعمل مباراة كبيرة أي أن كان من طرفي المباراة وإن احنا عايزين نقيس على ده خلال الفترة اللي جايه عايزين بنفس قوة وشخصية فيكتور جوميز في تونس في السودان في أي مباراة في المرحلة الجاية بطولات الإفريقية لو كل الحكام بيتسموا بنفس المواصفات اللي كان فيها الحكم الجنوب إفريقي البطولة هتبقى فير بشكل كبير جدا والأخطاء التحكمية هتبقى قليلة بنسبة ضئيلة جدا لو أعرض مثلا منشط في صحيفة أو موقع هوسبورت المغربية الرجاء المغربي بيعترض على إدارة بكاري جسامة لمباراة التراجي التونسي لكن الاتحاد الإفريقي في النهاية يعني لم يتم تغيير الحكم وأصبح بكاري جسامة وحكم اللي هزي المباراة والتراجي فاز بخطأ تحكيمي من الحكم المساعد نتيجة طبعا تسلل من فريق التراجي لكن في النهاية احتسبت هدف وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 في جميع الأحوال خلاص أصبح عندنا خبرة والجمهيرة عندها خبرة في أسامي الحكام في البطولة الإفريقية بكاري جسامة، اليوم نيانت، فيكتور جوميز، مبلاك كاتسيمة، الحكم الجزائري مصطفى غربال في النهاية الدائرة كلها هتبقى في هذا الإطار خلال الفترة اللي جاية عندنا حكم كمان مصري هيكون موجود في الجولة الأخيرة للرجاء المغربي مع شابة القبال الجزائري أمين عمر هيحكم هذه المباراة في مباراة المجموعة الأول المجموعة الرابعة لدورة أبطال إفريقيا في الجولة القادمة إن شاء الله يوم السبت القادم بشكل عام إن شاء الله ردوان جيد يكون على قدر الحدث رغم إن كان فيه كلام كتير جدا في مباراة الرجاء ونهضة دوركان في الدولة المغربية لكن إن شاء الله بإذن الله حكم خبرة إن شاء الله هيكون إيجابي في هذه المباراة ويدي كل فريح حقه في مباراة الهلال والأهل إنها مباراة كبيرة جدا لا تقبل القسمة على سنين وبالتأكيد طبعا محتاجين اهتمام كبير جدا من الاتحاد الإفريقي بهذه المباراة في جميع الجوانب سواء من الناحية التحكمية أو من الناحية التنظيمية لأن في النهاية مباراة البعض بيصفها النهاية مباراة كبيرة لفريقين سواء لعب ونهايات إفريقية سابقة والفائز بينهم أو اللايحاء نتجة جابية هيتأهل لمرحلة الدور السمنية وإن شاء الله نادي الأهل يكون موفق في هذه المباراة اللي بدأ الاستعداد الإداري لها خلال الساعات القليلة الماضية والنادي الأهل خلاص حدد معاد السفر يوم الخميس القادم والكابتن سيد والكابتن سامير عدلي هيسبقوا البعثة بـ 24 ساعة وتم الاتفاق أو تم الاتصالات مع السفارة المصرية في السودان والسفير المصري هناك لترتيب وجود البعثة في الخرطوم والتجهيز لهذه المباراة إن شاء الله اللي بالتأكيد هيكون فيها حضور جماهيري كبير جدا